ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساحي ثغادر اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف إلى العاصمة العمانية للاجتماع بالوفد الحوثي الذي يوجد في مسقط منذ يومين الوفد الذي يضم الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام ورئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثي صالح ابرى كان قد غادر إلى مسقط لإجراء مباحثات مع وفد أمريكي بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين على رأسهم وزير الخارجية وللحديث عن الموقف الإيراني والأوراق التي ما تزال بيد طهران على الساحة اليمنية معنا من اسطنبول البحث السياسي السيد حسن هاشميان أهلا بك إلى سكاينيوز عربية بداية كيف تقيم الموقف الإيراني حتى الآن وهل لدى طهران خطط للتعامل مع تطورات في المشهد اليمني نعم تحية لكم وإلى مشاهدي سكاينيوز أعتقد إيران لعبت على ثلاث محاور في الآونة الأخيرة في الموضوع اليمني أولا حاولت إيصال الإمدادات العسكرية من كل جهة من البار والبحر وأيضا من الجو ولكن فشلت في هذا الموضوع وأيضا اتخذت سياسة الترهيب والإرعاب في هذا الصدد ولكن كل هذه السياسة حتى الآن لم تأتي بثمارها إلى الجانب الإيراني وإلى الجانب الحوثي المحور الثاني الذي تلعب عليه إيران هو نغل المفاوضات اليمنية من الرياض إلى جينيب ورأينا مساعد وزير الخارجية الإيرانية في روسيا ولغاته في روسيا وأيضا هناك تنسيق بين روسيا وإيران حول هذا الموضوع ولكن حتى هذه اللحظة إيران لم تنجح بنغل هذا الموضوع إلى جينيب لأن هناك مبادئ واضحة من الجانب اليمن ومن الجانب الشرعية اليمنية في موضوع التخلص أو الخلاص من السلاح الحوثي في داخل المدن المحور الثالث في السياسة الإيرانية وهذا محور خفي ويتعلق بالغيادات الحرص الإيرانية وخاصة غاسم سليماني هو يرجع إلى استنساخ داعش في اليمن على غرار سوريا والعراغ لأن استنساخ داعش هي مسألة جدا مهمة تعطي الأولوية إلى إيران ودخول إيران بتحالفات مع الدول الغربية والولايات المتحدة هذه المحاولة الآن مستمرة من إيران أما فيما يتعلق في الداخل اليمني وعلى الأرض وفي الصراعات الموجودة في الميدان استراتيجية إيران تتبنى على عدم إصغاط أي مدينة يمنية بشكل كامل بيد الشرعية حتى الشرعية تستطيع بناء دولته على هذه الأرض وثم تنتقل إلى المدن الأخرى هذه الاستراتيجية الآن قائمة ولو الشرعية والمقاومة والتحالف العربي استطاع نزع مدينة يمنية من الحوسيين وجماعة المخلوع وأيضا من الحرس الثوري يعني هناك بداية هزيمة كبيرة إلى الاستراتيجية الإيرانية أريد أشير إلى ما يحدث في عمان وسلطنة عمان واللغاءات الموجودة هناك لا توجد مفاوضات بين الطرف الحوثي والجانب الإيراني بل هناك تعليمات إيرانية للجانب الحوثي في طريقتهم وكيف يمكن أن يلتفوا على المطالب الأساسية المطروحة في اليمن وكيف يمكن أن يلعبوا في هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات لأن إيران تحتاج بشكل أساسي لنقل المفاوضات إلى جنب حتى تقول بأن نقطة الرياض انتهت ونحن الآن في مرحلة أخرى طيب ما هي طبيعة هذه التعليمات التي قد تنقلها طهران للحوثيين خلال التواجد في مسقط سيد حسن؟ أنا أعتقد أن هذه التعليمات تأتي أولا على أن الحوثي يقبل المفاوضات لا يقف عقبة أمام المفاوضات وسترون في الأيام الغادمة وفقا إلى هذه التعليمات الحوثي سيقول نحن مستعدين للمفاوضات نحن دعاة مفاوضة ونحن دعاة السلام وهذا ما تطلب به إيران والوزارة الخارجية الإيرانية لأن الصيق المعروفة والمصنعة في داخل إيران تتبنى على هذا التحرك الحوثي من هذا المنطلق إيران تريد رمي الكرة المفاوضات اليمنية في داخل ملعب الرئيس هادي منصور من هذا المنطلق الآن تعطي تعليماتها بهذا الشكل ولكن أنتم تعرفون أن الحوثي هم الذين دائما كانوا عغبة أمام أي مفاوضات أي طريق سلام إلى اليمن ولكن الآن يأتون وفقا إلى هذه التعليمات بهذه النصائح وهذا الشكل طيب يعني تحدثت عن أن إيران لم تتمكن من إيصال الدعم لم تنجح في نقل الحوار إلى جينيف لم تنجح في استنساخ داعش وأيضا استراتيجية الحفاظ على المدن يبدو أنها لم تنجح فيها أو لم ينجح الحوثيون فيها بالنظر إلى تقدم المقاومة ما هي الرهانات أو الأوراق التي لازلت لديها أو لدى حلفائها في اليمن وأيضا ما هو التحرك المحتمل الآن يعني نحن نعرف جيدا أن خاصة في داخل بيت علي خامني هناك محاولات مستميتة لأولا وصول الإمدادات العسكرية إلى الحوثي هناك دفع كبير من علي خامني للغيادات الحرص لوصول هذه الإمدادات لأن هناك نقص واضح في القوة العسكرية الحوثية بعد عاصفة الحزم وبعد التحرك الذي رأيناه في المنطقة وأعتقد أن إيران الآن تخسر هذه الورغة لأنها لا تستطيع حاولت أكثر من مرة لوصول هذه الإمدادات ولكن الآن خسرت وأين هناك تصريحات حول هذا الموضوع وتحرك حول هذا الموضوع ولكن أنا أعتقد إيران في هذه النقطة لا تصل لأي شيء وستخسر وستهزم في النهاية يعني هناك من يعتقد أن الملف النووي الإيراني والحوار مع الغرب يؤثر بشكل أو بآخر على تعاطي إيران مع الأوضاع الإقليمية كيف تنظر إلى هذا الربط سيد حسن بالتأكيد هناك ارتباط واضح لو رأيتم في ما يحدث في العراق مجيدا إلى منطقة الرمادي أعتقد هي ربما خطة إيرانية لأن تعرفون أن الكونغرس استحوض بشكل كامل على موضوع الملف النووي وعلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمرر الملف النووي من خلال الكونغرس الأمريكي يعني المواضيع المطروحة في داخل الملف النووي الآن الكونغرس لا يقبلها بشكل ما طرحت في لوزان يعني لا يقبل بعدد الأجهزة الطرد المركزي المسموحة إلى إيران لا يقبل بالفترة الزمنية المتعلقة بإزالة العقوبات لا يقبل بالفترة الزمنية المتعلقة بالبحوث النووية وأيضا لا يقبل بالصيغة الموجودة حول البروتوكول الإضافي من هذا المنطلق عندما إيران تتحرك على وتر داعش وتدفع جيوشها وأيضا تدفع الحشد الشعبي في مواجهة داعش من هذا الطريق إيران تحاول تعزيز أو تلميع صورتها في داخل الولايات المتحدة تعزيز صورتها وتلميع صورتها في الرأي العام الأمريكي وتأمل أن هذا التلميع سيؤثر على الكونغرس الأمريكي وربما هناك يحدث تغيير في داخل الكونغرس الأمريكي حيث يقولون أن إيران هي داعمة لنا هي في خندق واحد معنا تحارب ضد داعش وأيضا تقليل من الضغط في موضوع الملف النووي يعني في ظل كل هذه المعطيات وفي دقيقة إذا سمح سيد حسن ما المنتظر من اجتماعات مسقط؟ أنا أعتقد أن هي مناورة سياسية لا تهدف إلى مصلحة الشعب اليمني إيران أطلاقا لا تتجه إلى المصلحة المتعلقة بالشعب اليمني هي مناورة سياسية أولا لغاف التحرك العسكري الموجود الآن ضد الحوثي وضد المقلوع في داخل اليمن من هذا المنطلق إيران تسعى كل مساعيها في هذا الصدد لإيقاف الهجوم العسكري ضد الحوثي وضد المقلوع أشكرك إذن سيد حسن هجميان الباحث السياسي كنت معنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك